بابا في ناس كتير او باشوهم في المسجد مسكين بتاعك كده خشف فيها شعر من فوق ويدخلات بقوم يبدلوا يدعاك من جوه فأنا عايزة اعراب ايه هي البتاع ديت وليه بيعملوا كده قصدك السواك يعني او هبار عن اوم من الارك بيجي من السودية وهو السنة عن النبي صلى الله عليه وسلم فرسولنا الكلام صلى الله عليه وسلم كان بيقول لولا انا اشك على امتي لأمرتهم بالسواك عند كل وضوء وبرده سيادة عايشة راضي راعة عنها بنت الرسول صلى الله عليه وسلم كان بتقول ان الرسول قال السواك مطهرة للفم مرضاتا للرب طب يا بابا هو السواك ده وات ايه فوايده وامتى منستعمله كمان ورا شغل السواك ده بيقوي لسه وبيشده وكمان بعيبة امراض الاسنان وكمان بيضرب بول وبيقوي عملية الهضم وغير كده السواك مستحب في كل الاوقات في مثلا وقت الصلاة ابن النوم بعد انتصح ابن النوم وكمان في كراءة الكرآن ورسول صلى الله صلى الله عليه وسلم كان بتتسوق وهو صايم حاجة تاني طب دلوقتي لو ما فيش مسواك ومعرفش اجابه منين اعمل ايه انا بص يا لكمان يا ابن يا حبيبي يا نن عنايا اولا كده السواك مطعفر الحمد الله في كل مكان سينامكم تستعمل البديل المركون في الحمام وما بتستعملوش وكل يوم اقولك يخصي سنانك بالليل وهي في ورشة الاسنان المهم هو انك تشيل السفار وتنظف اسنانك ومبدئين كده انا دلوقتي بشتغل لما كون بشتغل ما تكلمنيش ولا تسألني وغير كده انا متوفر يا عم قدامك تسألني اي سواي اللي انت عايزه بس لما كون بشتغل ما تكلمنيش وتفضل يلا عقودتك ترجمة نانسي قنقر